العلماء ورثت الأنبياء والأنبياء لم يورثوا إلا العلم وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنة النسوة لا تثيرونهن علينا لكن نقول لهن أخوات المؤمنات إن الحق ينبغي قبوله ولو كان مرا الحق أحق أن يتبع ولو خالفه الناس وقول للمؤمنة عليها أن تقبل شرع الله الذي أمر الله به وخير قدوة لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقبول أزواجه لفعله صلى الله عليه وسلم وعندك يا أمة الله القرآن الكريم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع لكن إن كان زوجك ممن يخشى عليه أن لا يعدل فأنا أنصحه من التعدد حتى لا تأخذي عنا صورة يعني ليست جيدة في هذا الباب فنحن نقول إن كان زوجك إن كان زوجك قادرا على العدل فأيديه في هذا الطلب وأحيي هذه السنة تؤجرين عند الله أسهمي في إحياء هذه السنة تؤجرين عند الله سبحانه وتعالى وأما إن كان يغلب على ظنه أنه لا يستطيع العدل فإني أقول له فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة وبهذا السؤال الذي يخيف المطروح من قبل الأخوات نختم هذا الدرس في هذا اليوم وأستميحكم عذرا عن دروس السبت والأحد والإذنين نظرا لسفر خارج المدينة وإن شاء الله يوم الثلاثاء نحدد أو بالأحرى يوم الأربعة صباحا نحدد الموعيد القادمة بإذن الله تعالى يوم الأربعة القادم نحدد موعيد الدروس القادمة وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين